يعكف فريق من العلماء في مركز متخصص بالأبحاث حول القردة في فرنسا على دراسة الحدود الفاصلة بين المقدرات العقلية بين البشر والحيوانات من خلال مقارنة إدراك الأطفال بإدراك القردة ومن الأسئلة التي يحاول العلماء التوصل إلى إجابات عنها قدرة قرد المكاك على إدراك ما يفكر به قرد آخر ففي حال وجد قردان، واحد قوي والثاني ضعيف وأمامهما قطعتان من الموز، واحدة ظاهرة وأخرى مخفية القرد القوي المسيطر يتجه مباشرة نحو القطعة الظاهرة أما الضعيف فيتجه نحو الخيار الذي يخلو من خطر استفزاز القرد القوي الحيوانات ليست أشبه بآلات لديها سلوكيات مبرمجة بحسب الاعتقاد السائد وهي لا تقوم بمجرد ردود فعل بل هي تمارس سلوكاً بالغ التعقيد وقد أظهر الدراسة الأخرى في هذا المركز أن قردة المكاك تدرك بعض المؤشرات التي تفيدها في التواصل مع الإنسان هي تأخذ في الاعتبار حركة جسد الإنسان ووجهه للتواصل معه وتحديد مكان الغذاء وينقسم العلماء حتى الآن بين من يقولون أن هذه المقدرات الذهنية خاصة بالبشر فحسب ومن يعتبرون أنها موجودة أيضاً لدى بعض الأنواع الحيوانية